بسم الله و الحمد والله و الصلاة و السلام على الرسول الله عليّ mudesta صلاته صلاته السلام ازيكاب کشمحي يا جماعة رفكموا بخير انشاء الله نشرح اللى هو اشاء الله المحاضرة تكون سهلة يعني و بسيطة ان شاء الله هي طويلة صراحة بس هي ان شاء الله يعني فيها كلام بدايش شباية بس هي ان شاء الله سهل آآ فالوال كدا انا عنده اومج كانسر او اللي بيسموه fe систем bleijing carcinoma دوا ؟ ليسي بطلع من اللونج برين كما او فل برنقي ايه بتاعدوstars عالم. لان هو اصلا بيحصل في الناس المدخنا. والتدخين في العالم اه مشهور جدا. تمام? فهو في اكتر من تسعين في المية بيحصل نتيجة اللي هما الناس اللي بتدخل. وايه اشهر سبب للكنسر في في بيقول لك بقى ان هو مور عن اي اشهر اربع كنسروات. منا من الاشهر اربع كنسروات? اللوها دول اشهر اربع كنسروات في العالم. وبرغم من كده فاللنج كانسر هو اشهر منهم ان أنه ويسبب وكده بيقول لك أنه بيسبب عشرة فى الميه مرتلة في치 الناس اللى هم إحنا قولنا أنه ههة تسعين فى المى النتيجة التدخين فى عشرة فى المى من التسعين فى المى دول بيموتوا منو fand disease اما بالنسبة للباقيين بقى العشرة فى المية الباقين في النون اقل من واحد فى المى منهم بيكون عندهم مرتلتي يعنى بيموتوا تمام وبيقول لك over 5 year survival of 15% 15% من اللي هم اللي عندهم lung cancer ممكن يعيشوا لمدة مين خمس سنية يقدروا يعيشوا لمدة خمس اي سنية بعد كده بيقول لك انه هو في الولايات المتحدة بيسجل سنويا 225 الف حالة ومن 225 الف حالة دول بيموت 160 الف اللي هو يعني نسبة رهيبة جدا الريسكي فاكتور بتاعت lung cancer اشهر اتنين ريسكي فاكتور انه هو يكون شخص مدخن وانه هو يكون عنده genetic breeding position ان حد في العائلة ميت بسبب lung cancer تمام فدول اشهر اتنين ريسكي فاكتور ممكن عندي ريسكي فاكتور اه تانيين الجندر انه هو بيجي موركومن في الميل ولكن حاليا بقى يزيد في الستات لان الستات اتجهت للتدخين وكده في الولدر اتجي برضو لان هو اما بيكون كبير فهو معنى كده ان هو بيدخن بقاله فترة طويلة فدوان بيخليه عرضة ان هو يجيله اوكيوبشن اكليكس بوشن ان هو شغال في منطقة فيها اه اه يعني اللي هو مسلا مصانع السراميك الزجاج اللي هي الحاجات اللي بتعرضوا لي اللي هو الاسبستس والحاجات دي ان تمام فهو برضو دوان ريسك اي ريسك له الاسباب والريسك فاكتور اه تاني بيقول لي ان التوباكو سموكين دوان بسبب من تمانين تسعين في المية من lung cancer ودوان بيحتوى على ميني كارسونوجين تمام ان هو بيسبب من عشر او عشر في المية ودوان اه نتيجة الاسبستس او المية تلفيهم الجيناتيك اللي هو اه ان هو بيكون عندو أو فامليل ايه الايه فاكتور عندنا زي ان هو مسلا يكون عيش في منطقة صناعية فيها او ان هو عنده مسلا كورونك ديزيز زي مسلا انترستيش ايه لانج فيبروس دوان بخليه عرض ان هو يجيله بردو ايه لانج أو ان هو بيأكل حاجات فيها اه دفشن في الانتي اكسي دانت وكده فدوان بيخلي برضو عرض ان هو يعني يزيد نسبة الوكسيدانت اماتيريال في البلد بتاعه تمام فبيع خليه عرض ان هو يجي له بقى ومن ضمنهم اللي هو يبقى انا عندي دول ايه? اه بعد كده العلاقة بين والجندر زي ما قلنا ان هو ولكن حاليا بدأت ان هي تتغير وكده بدأ ان هو يزيد في ستات نتيجة زيادة وكده. فخمسة وخمسين في المية بقى في المين وخمسة واربعين في المية بقى في الوم. بعد كده العلاقة بين ان انا عندي زي ما قلنا تمانين لتسعين في المية من الحالات بتحصل نتيجة التدخين تمام? بيقولك اه مش فاهمة كده بس المهم يعني ان اه بتوع السموكر احنا قلنا عشرة في المية اه مرتلتي بتحصل في اللي هما بيدخنوا اه فبيقولك ممكن الدس ما تحصلش من الانج كنسر ذات نفسه ممكن تحصل نتيجة الحاجات اللي بيكون مع الانج كنسر زي مثلا اللي هو كورونا كورونا او دي دول بيحصلوا في الناس المدخنين زي ما احنا عارفين الانجينا والانفاركشن والسيو بدي والحاجات ديان مرقما في اللي هو المدخنين تمام? فدول ممكن هي يعني السبب بتاع الموتو ان هو الحاجات ديان مش آآ تاني حاجة آآ اللي هو 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 ممكن قصده بقى في ديان ان هو قصده يعني ان ممكن الشخص يجي له برغم ان هو مدخن بس ما يجيش عشان التدخين زي نفسه لأ ممكن يجي عشان هو عنده آآ في العلا وكده بعد كده بيقول لما الشخص بيقف تدخيا ومع ذلك خمسين في المية من سموكر آآ يعني كلام كده المهم بيقول لك ما فيش بين وعالد العلب اللي الشخص بيدخنها وكده ودوان نتيجة ايه? نتيجة ان في علاقة معقدة كده بين التدخين والانفيرومينتل وجيناتك مين فاكتور وكده آآ مش مهم الكلام دوان آآ بعد كده بيقول لي اللي هو الاكيوبشنال بقى اكسوبوجر آآ الاكيوبشنال الاكسوبوجر علاقته باللانج كانسر ان هو برضو بيسبب من ثلاثة لخمسة لخمساشر في المية من اللانج كانسر آآ الحاجات اللي مؤثبتة ان هي بجد بتسبب اللانج كانسر اللي هو زي الاسبستوس الارسينيك البيس كرومو آآ آآ كرومو ايسايا في ايه بس يعني خدوا بعينكم كده واللي يفضل يفضل آآ بعد كده بعد كده اللي هو الحاجات يعني بيقول وان هي ممكن وممكن لا زي مين زي اللي هو آآ آآ اكرايلو آآ آآ نايت رايل دوان والآ بريليام السيليكا تمام تمام يبقى دي الحاجات اللي هي لقيه آآ بعد كده عندنا العلاقة بين الاسبستوس واللانج كانسر زي ما قلنا ان هو في الاكيوبشنال ان هو بيسبب من 3-15 ايه في المية فهو بيقول لك ان البرولونجد هي في اكسوبوجر آآ لي الاسبستوس دوان بيزود نسبة حدوث اللانج كانسر بنسبة اتنين لعشرة في المية وآآ دوان ان هو يكون اتعرض من 15-24 سنة يعني تمام يعني يكون عدة فترة طويلة زي مسلا من 15-24 سنة كده فبيقول لك الفايبر طيب انا عندي الاسبستوس دوان في منه انواع. ففيه انواع مشهورة عن انواع ان هي تسببه زي اللي هو الكريكو دولايت والايموسايت دول دول مشهورين عن اللي هو الكريسوتايل دول والانسو في لايت ان هما يسببوا يعني تمام? اه فاللي هو كريكو تحس ان هي جاه من كروكو دايل كده. اللي وقتم صحيح يعني. فهو كروكو دولايت تمام? والايموسايت الايموسايت الايموسايت دول مشهورين عن اللي هو الكريسو والانسو في لايت. المهم يعني ان انا عندي اللي هو بسبب زيادة الرسك ان هو يجيله ولكن بيختلف طيب في الاسبستوس فايبر زي ما قولنا هو ان الحاجات دي اشهر من الحاجات دي. الباصو في السيولوجي بقى بتاعي ان الحاجات دي ازاي بتسبب لانج كونسر وكده ان انا عندي الحاجات دي اه اه زي مسلا او الحاجات دي بتحتوي على مواد اللي هي تمام? في المواد دي اما بتتعرض لها وكده بتسبب بتسبب ديسبليزيا في تمام? مع الوقت بقى دي ممكن تتحاول اللي ايه لي اه اللي هي مليجنة انتسال. تمام? فبيقول لك الباصو في السيولوجي. ولكن انهم حطوا نظرية ان دوان بسبب ديسبليزيا في فلو تعرض دوان استمر ساعدت هاي سبب جيناتك ميوتيشن. وبيأثر على البروتين سنسلزاي. فبيقول لك ديسبت السيل سايكل اند بروموت الكارسينوين جين. تمام. اه فبيقول لك اه الاشهر الجين ميوتيشن المتعلقة باللون كانسر هو عندنا اه حاجات. اللي هو الميك والبيكل تو والبي تلاتة خمسين دول مشهورين مع السمول سيل اه لون كانسر. اما الاكثر والكراس والبيستاشر دول مشهورين عن تمام? تمام جين. عندنا بقى الفرق بين والن اسمول آآ ان انا عندي آآ ان ان انا سمول سيل كانسر دون. اه ده آآ آآ نسبته اشهر يعني ده مشهورة عن ان هو من سبعين لخمسة سبعين في المية اما دون من خمسة وعشرين تتاتين مين في المية. آآ هو يعني يعني بناء على ايه ان انا ما ما بايجي ابص على الخلايا بتاعته المليجن سيل Neigh наход لقيها. في حالة ديان بلاها اما في حالة اللي هو نان بلاقيها نان اسمول هيها كبيرة يعني تمام? في منه انواع blevاء تلاتين الخمسة- تلتين في المية الادنو تلاتين الاربعين في المية واللارج دون عشرة في المية. اما اما بقى فدون هو سمول بس. تمام? آآ علاقته بتدخين دون مستفيما مع السموكنج. اما دون من سبعين الicemوكنج. في المية. الكورس اكيد هيكون اه اجريسف لانه هو مية في المية اما دوان اللي هو اجريسف بس هو اجريسف برضو زي بس دوان عنه يعني اه وكمان دوان اه كان اه متعلق يعني بحاجة اسمها بارا نيوبلاستيك سندروم او البراماليجنانت سندروم تمام فعشان كده هو اجريسف ان انا عندي ان انا بيطلع من البرونكيا الابيسيليم تمام من البرونكيا الابيسيليم اما الاسمول دوان بيطلع من اللي هي الاسمها ايه الاسمها ايه اه بصوصونا جبتها من جوجل هو ان هي اختصار اه دي كاربوكسليز سل دي يعني الخلاء دي يعني بتاخد بتاخد اللي هو ده تمام اللي كان تقريبا بيتحاول لستريتون وبرضو بتحتوي على دي كاربوكسليز اه تمام انزايم اه المهم يعني ان هي بتاخد هي مسؤولة عن افرز هرمونات وكده يعني تمام فالخلاء دي فالخلاء دي اه بتطلع من الخلاء دي اللي هي دي اللي هي الكرومافين سل اللي هي بتفرز هرمونات عشان كده دي يعني مع حاجة اسمها ده عبارة عن ان بيظهر اعراض بس مش نتيجة زي ان نفسه ولا راح عمل لا لان نفسه خرج هرمونات اه تمام اه اه خرج هرمونات مسلا انسولين اه اسمه ايه انسولين اه 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 الحاجات دي اه وعمل شغلها فكأن حصل ايه ميتاستيز وكده المهم ان انا عندي فيه دي من سبعين لخمسة سبعين في المية دي من خمسة عشرين تعتين في المية مياه دي ان انواع بس اه دين من سبعين تسعين في المية اما دي مية في المية بالا جزي ده اجريزيف الاورجين بتطلع من برونكيها الايب سيلي اما دي بتطلع من بطلع تمام اه وتطلع 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 سنترلών го سيلي هما اللي بيطلع من دوعا اللي بيكون الادنوقارسنوما هي اللي بتطلع من المaniu ديا زي ما احنا اعرفين ان هي عبارة عن سستات وكدا تمام فهي بتطلع من اللي موجودة في زيلي يام وكدا يتم تج抓 osin الوزن الوزن اما الوزن اه لانها ماها ماوش غالبا علينا الوزن والOP الجديد فقط او القcost خمس بالنسبة للنوع ده احنا هنلاقي الخلايا ايه اكيد زي الخلايا يعني انها بيكون في تمام تحتوى على كروتين اه وفي يعني ممكن ايه تكون كافيته اما فديم بيكون زي السستات تمام بيكون سوليد وسست اما لارج فديم بيكون ايه بيكون خلايا برضو لارج تمام تحتوى على اكسس اه سايتو بلازم تمام و Extremity اه بيقول لك مي بي عن دفرانس دفرنتشيت اصلي فروم السكوية ماس والادنومين كارسنوما. ممكن يعني معرفش فرقة عنه. اما فديا من اسمها تحتوي على خلايا صغيرة. الخلايا ديان بتكون ايه بقى? بتكون فيها نيوكلياي. ايه نيوكلياي? تمام? هو السيتو بلاسم هنا شوية صغيرين. لكن النيوكلياي. لارج ودنس. لارج ودنس. تمام? آآ هي فيها كل حاجة قليلة معادة. بتاعتها 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 بيسموها او كافي سيد ابيرانس. او ديان آآ وكان الدكتور بيقول زي الشوفان. انا صراحة معرفش الشوفان يعني صراحة. آآ والكافي سيد مين ابيرانس. بس انا عرفة آآ اللي هو الكافي سيد يعني ابيرانس. تمام? المهم يعني ديان الفرق يعني بين السمول والنون سمول سل ايه كارسنوما. تمام? تمام جدا. بقى قسمت آآ في الفين واحد وعشرين الى ادينو كارسنوما سل كارسنوما نيورو اندوكراينا الكارسنوما النيورو اندوكراينا ديان اللي هي السمول سل كارسنوما تمام? آآ واللارج آآ سل يعني النيورو اندوكراين بيتقسم لسمول وايه هو لارش? لسمول ولارش. آآ في بقى اللي هو لارج سل كارسنوما بس وفيه اللي هو ادينوس قيمس وفيه الليمفو ابيسيليا وفيه ساركماطويت وفيه حاجات تانية زي اللي هو الناط كارسنوما وفيه سراسك آآ مش عارف ايه كده وفيه ساليفر جلاند طيب مش عارف انا الحاجات دي يعني يعني نعرفها ولا لا. المهم آآ ان احنا عندنا بقى بتاعت التيومر اللي هو لانج كارسنوما آآ البرونكوجيني كارسنوما ان انا عندي التيومر دواني يكون اسمطومات يكون خمسة اشهر في المية من الحالات اما ان هو يعمل لوكالسبريت او يعمل ديستنت سبريت او ان هو يعمل آآ ديستنت سبريت بس نامي تاستاتيك تمام يأثر على هالحاجات زي ما قلتلكم اللي هو كده او اللي هو اللي هو ان انا عندي اللي هو يعني اي تيومر في الدنيا مش هو بيعمل كاشيكسيا ويتلوس اللي هي الحاجات دي فهي دي يعني او نتيجة اللي هو اللي هو بيطلع هرمونات اللي بتروح تشتغل آآ زي الهرمونات العادية وكده اول نوع معايا هو اللي هو الاسمطوماتيك الخمسة اشهر في المية من الحالات دول بيكتشفوا بالصدفة كده اكسدنتا مسلا هو كان بيعمل وفي الاجسراي اظهر ان في سلوتري بالمناعي في الشيست تمام فسعة تا بيبدأ بقى ان هويدور على الحاجة ديان هي ايه وكده اللي هي زي ما في سورية اللي هو ال هو شادو ده تمام تاني حاجة ان هو بيعمل فيضغط على اللي حوالي هيه تيومر طالع في دения characterized على ايه على اللي حوالي هو ايه اللي حواليه والله ايه اه اللي حوال حواليه هؤل حاجة نفسها تمام يعمل فيها ايه فيعمل كفوس بيو تمتني حاجة البرونكاي البرونكاي يعمل برونكيا فيعمل لي مين هموبسيس اا او ان هو يقفلها خالص فيعمل فيها كلها سو ديزني او ان هو يعمل تراكيا ولو راح ضرب التراكيا فيعمل ليه كف تمام الياب راسي كف القف دي بيكون كحة نشفة تمام ملاود آآ صوتها عالي كده تمام وآآ اهم حاجة نابي كوندرو هي يعني تمام آآ في اصفاجيا الافكشن آآ ان هو مسلا هيضغط على الاصفاجيس فيعمل هي يضربة فيعمل فيه فيه كبير فين كاف وهو يضاعة عليه ويعمل فيه اللي معادية من اله الاابك س برده يضغط على عليه ويعمل فيها بالا את البركارد يضغط عليه ويعمل تمبونات الله يضغط. عليها هي او ديزني الماسي يضغط عليه ويعمل ديوفريجماتيك باللسس الليم فينود يضربه برًا يعني يعني يعمل فيها وكده تمام فدوهن هو تمام? ان هو بيعمل في اللي ايه? في اللي حواليه. وبيضرب كل اللي حواليه. زي ما في الصورة هو. تمام? اه هنا راح على هنا 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 كذا. هنا 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 والحاجات دي كلها. اما بقى بالنسبة ان هو بقى هيروح اه هيتنقل اه سواء عن طريق او عن طريق الليمف. تمام? فهو يا اما عن طريق الليمفاتيك او اه اما عن طريق الليمفاتيك اما عن طريق البلد او داييركت او داييركت زي اللي احنا شفناهم دول. اه فبيقول لك اه اي ارجن ممكن يتأثر ولكن اشهر بقى حاجة هو الليمف نوت تمام? والبلد هيروح لمين بقى هيروح للليب لب. طب هو اصلا دي لانج فيروح لبقية اللي هما مين الليفر والبون والبريم ونزود عليهم مين الادرينال جلانت. تمام. يبقى احنا عندنا اللي هو ديستانت مين اسبريد. السنتوم بقى بتعتمد على مكان اللي حصل فيه ميتاستيزيس. وممكن يكون سايلانت. يعني ممكن حصل ميتاستيزيس وما تظهرش اي اعرض وكده. فلسكوامل سيل كرسينومة ممكن يكون اللي هو ديستانت ميتاستيزي. انه هو جايب يشتكي لك من اللي هي الحاجات دي مسلا مشكلة في الليفر ومشكلة في الادرينال جلاند. اللي هي الحاجات دي. مش جايب يشتكي من مشاكل في اللونج خالص. اه بعد كده اللي هو بقى متاستيزي. اما يكون جنرال الماليجنسي نوا بيكون عنده فيفر ويكنيس وهويت لوس كشكسي وكده. او برا نيولاستي. نتيجة نوا بيطلع ايه هرمونات اه لايك سابستانس. فبيعمل لي بقى ايه? بيعمل لي اندوكراينولوجيكال سندروم. نيرولوجيكال سندروم. هيماتولوجيكال سندروم ودرماتولوجيكال. الاندوكراينولوجيكال عندنا اللي هو ايه? هو بيطلع البرو سيرويدهورمون فبيعمل لي هايبر كالسيميا. اه и هو بيطلع اللي هو هالمون اللي هو الصيادة ديان بيعمل لي الصيادة تمام. اليد ed she ده وانا اللي هو بيحبس الوطر في في القسم تمام. في يعمل لي اه اه وطرoshi فى القسم تمام فمتيجة كده بيحصل الهايبو ناتريميا. اه ممكن يطلع الاسي 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 تيتش هرمون ويعمل لي اكتوب كوشنج سندروم. تمام? يبديان اللي هي الاندو كراينولوجيكال ايه سندروم. هو كان في حاجات تانية بس هنا مكتوب دول بس. فكفاكن. النيورولوجيكال سندروم ان هو برضو ممكن يروح يضرب اه? اه يضرب السينيس والبريف والسينيس والآ والبريفرارس والبريفرار سيستم يعني. المهم يعني ان هو هيعمل فيه يعني يضرب لي العضلات يعمل فيها مايوبسي او مايلو او مايلوبسي او نيروبسي تمام? سواء العضلة او العصب او اه او يعمل مايلوبسي 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 اللي هو الأميلين تشيس يعني. الهيميروغية ان هو هيروح يعمل أنيميا بوليسايسيميا وسروم就س 30 أنيميا ليه لان دوا اصلا ايه تيه فيو هيعمل انيميا اكيد بولي سياسيميا ممكن يحصل البولي سياسيميا دوا التكنداري ان هو مسلا اه ان هو مسلا اه اسمها ايه اه ضرب فسبب ايه بولي ممكن برضه ان هو هيطلع اه كتير فيعمل بعد وacle وبرضه البولي سياسيميا ممكن ان هو هيروحي طلع هاتين Go هرمون ممكن مسلا يعني. دون ان هو يعمل دي لو فاكرنا اللي هي كانت آآ بتكون في الناس اللي هم عند عندهم السكر اللي بيغضوا انسولين فلما بيحصل انسولين بيظهر على الجلد بتاعهم كده حتى بنية تمام فالحطة البنية دي كنا بنسميها فممكن تحصل هنا برضو. ممكن عشان هو هيطلع انسولين فيعمل انسولين ولا حاجة. ودون عبارة عن في الجلد والايه والعضل. تمام? تمام. ايب انا عندي ايه مبارة نتيجة فبيعمل بعد كده بتاعتي ان هو بيقول لك ان هو بيكون عيان تمام? وبدأت الاعراض بتاعت السوبي دي ان هي تضغير في بتاعتها تمام? بدأ ان هو يكون عنده اه كحة مستمرة ما بتروحش خالص. اه الكحة ديان معاها تمام? او معاها تمام? يبا هو عيان كان عنده اه عفاكرين بقى انتو اه الشاكة بتاعت السيو بي دي ان هو وقتا بيجي لك بيقول لك انا بقالي سينيا بكح اه الكحة ديان كانت بدأت ان هي مثلا اه عادية وبعدها بقت فيها كده لونه ابيض وبعد كده لونه اصفر تمام? وبعد كده بدأ ان يجي لنا هجام. هنا بقى هيجي لك باعراض خطيرة شوية ان هو يبدأ ان هو يكح دم. تمام? بدأ ان الكحة دي ما بتروحش خالص يعني مسلا كانت هناك بتروح وبتزيد لما هو بيجي دخن. لا ده هنا ما بتروحش خالص. وقف تدخيل ما وقفش. لا هي مش راضية تروح. وكده. تمام? اه فالديوجنوس بتاع انا بشخص دوان ازاي? بيقولك ان هو اصلا التشخيص بتاعه يعني ايه يعني انا اخد عينة من من دوان وشخص بيه. بس. هو ده اللي هيشخص لي ان هو بس انا انا بوصل كده ازاي? يعني ايه اللي هيخليني? ان انا اخد عينة واروح افحصها في المعمل? ان انا اشوك صح? طب هشوك ازاي? هشوك لما ان انا اشوف المواصفات دي قدامي. بيقولك دي يعني هي اللي هتزبق. ولكن انا هستصبك تقيم تبقى لما لاي ان الشخص اللي قدامي دوان هيفي سموكر. تمام? هيفي سموكر. آآ بيقولك اكتر من عشرين يعني بيشرب اكتر من عشرين آآ اسمها ايه علبة في السنة تقريبا تمام? المهم وان هو راجل كبير اكتر من خمسين سنة ان هو بدأت تضاير عنده بتاعة في ان هو عنده كان عنده مثلا ماليجنانسي قبل كده او ان حد في العلاء كان عنده ماليجنانسي. آآ كمان ان هو شغال مثلا في مصانع سراميك زجاج الحاجات دي. قال لي مسلا ان عملت اكتر من قبل كده وكان الصاحب المعمل قال لي ان في حاجة غريبة تمام? فهو كده. يبانا عندي ادى الموز بتاعه هو بيعتمد على ان انا الاقي الماليجنانسي في المعمل. ولكن انا هشك امتى هشك بالست حاجات دول. ان هو راجل كبير بيدخن. آآ بدأت الاعراض بتاعته تتغير. آآ كحد في العلاء عنده ماليجنانسي. شغال في مصنع سراميك وآآ عمل اكتر من قبل كده وكان في مشكلة تمام? آآ فبيقولك انا ايجزاميناش لما تيجي تفحص الشخص ده وان ايرلي كده مش هتلاقي اي اعراض. اي حاجة مفيش او ولا صين هتظهر عليه. ولكن في الادفانسد كيسوس انا هلاقي ايه بقى? هلاقي ان صينوزز بدأت تزيد عنده بدأ ان هو يظهر عليه جوندس نتيجة ان هو بدأ ان هو يضرب بالور نتيجة ان اصلا دي تيومر فاتيومر بيعمل لي انيميا سيفير انيميا ممكن هلاقي عنده نتيجة هايبوكسيا هلاقي عنده الامفادنوبسي كمان هلاقي في اصايتس وارجانو ميجلي اصايتس نتيجة وكده والارجانو ميجلي نتيجة ان هو هيكون عنده مسلا انهيبات وميجلي سبيلونو ميجلي الحاجات دي وفي دانس او في الايه الاعراض بتاعت هتظهر عليه. فايني اش عارف ايه الكلمة دي بس تعريبا ان انا هلاقي بقى ايه على الشيست يعني ايه يعني مسلا ده تيومر موجود في اللونج تمام فانا مسلا ماجي اعمل اه بركشن هلاقي في بالنس اما اعمل يعني هلاقي ان في اه في البريسا ان هو ممكن يكون اصلا تمام اه وكده وهلاقي في اللي هي اللي بتاعت يعني تمام يباني عندي مش هلاقي اي حاجة هلاقي اللي هي الاعراض السيفير بقى تمام بتاعت الشيست هلاقيها ان شاء الله. الانفستيجيش اللي انا بعمل هاله هعمله وهعمل 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 فبيقولك ان ال دو اصد الراديولوجيكال دوان بيخليني ان انا اشك لكن مش بثبت ان هو يعني هو انا اما لاقي في الاكسري هقول ان دي عبارة عن لا انا هشك بس لان هي ممكن تكون مسلا او اي حاجة تاني حاجة هعمل ودوان باخد بيسمل ودوان بيخليني ان انا ايه ان انا اوصل بتاع البيسولوجيكال انا بقى اخدت بالبرونكوسكوب عينة هعمل هفحصها تحت تحت الميكروسكوب اللي هو يعني فخلاص بشخص بيها البيوكيميكال دي عشان انا لما لاقي السيروتوني العالي او اي حاجة من بتاعت البرونكوجينيكارسنومة دي عالية مش بتثبت ان هي ممكن يكون في اي حتة تانية تمام? فاول حاجة اللي هو الراديولوجيكال الراديولوجيكال اللي عندنا بنعمل بنعمل بعمل سي تي وبعمل اي مرأي وبعمل وبتسكاء وبت سي تي وبعمل ايه اللي هو الالترا ساوند سواء بالهو الاندوبرونكيا الالترا ساوند او اللي هو ايه اوسفاجيال ايه اولترا ساوند مش عارف ديين ايه اولا سوراكوتو مي اولترا ساوند ولا ايه مش عارف صراحة اه المهم يعني اول حاجة لواتش استي اكس راي هعمله بالبستير وان تير اولا وبيقولك دوان فيري امبورتانت انشا المين انفستيجيشن دوان اهم حاجة تعملها يعني بنبدأ بيه حاجة بسيطة وسهلة ورقيصة وبتخليني يعني ايه اشوكو كده فبيقولك ان هي بتشوء او الايه او بتاعه اه فبلاقي بشوف ايه عبارة عن ايه او بساتي او سلطر كده الانديول ديين زي ما في الصراحية بصوا اهي 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 واهي وبرضو هنا يا الحتة دي كده واهي وهي برضو هنا هنا تمام المهم دي كزا الصورة لها يعني تمام فمن الصور كده هنلاقي ان انا عندي لو بصينا في الصورة كده هلاقي ان هي لها اه اللي هو شاجي بوردر يعني بتاعها شاجي اللي هو يعني شرشل كده مفيش بيقولك يعني فيها مش هلاقيه اوي او ان انا هشوف اه يعني نقط كده بس اه هلاقي معها اللي هي بتاعت الميدياستينام هلاقي اللي بتاعت الميدياستينام انلارجي منت وصراحة بقى انا يعني مش شخص اه اللي هو في الاشعة تمام فانا مش شايفة اي بس هنتخيل ان فيه هنا في الميدياستينا وكده ممكن مسلا نعتبر الحتة البيضة ديا تمام اه برضو بتعمل بس انا مش عارفة بقى يعني هل دي دي ظهرة في الاشعة ولا احنا اللي ما بنشوفش اه بعد كده اللي هو ان انت هتلاقي ان هي عاملة زي مسلا ضغطة على وبرضو مش عارفة هنا اصلا فين عشان نشوف اه بيقولك معها الديفرام كوبيولة تماش دي يعني شايفينها شوية ان الديفرام كوبيولة مرفوع ايه مرفوع شوية والمفروض ان هو بيكون عند الرب الرب السادس مفروض لو عدينا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ده هو اصلا تحت انا مش عارفة وشايفينها ازاي المهم يعني ان هو بيكون معها الديفراجماتيك مين كوبيولة كوبيولة تمام الكوبيولة مرفوع يبا انا عندي بيكون لها شاجي بوردر ما بيكونش معاها بيكون معالم في نود معها معها ماس افكت نياض مع السرعة ومعها الديفراجماتيك مين كوبيولة جميل جدا اه يبقى دوان ايه اللي هو بيظهر لي ايه استنوا ده هو اصلا كاتب اهو يعني بيقولك دوان عبارة عن تمام ودوان ديولاهيا بيقولك دوان اللي هو في هنا اهو ديستركشن بصدو عن الربات دي يعني هنا بصوا الربات ظاهراهيا لكن هنا في الناحية دي نبصوا اللي هي واقعة جميل حلوة دي اه هي يعني هنا دي عبارة عن فحصل فيها فظهر على على شكل بيقولك دوان اللي هو تمام ده لانج ابسس وده من حتة من اللانج ميتة حاصل فيها كل لابس جميل اه دوان ماس ده ماس ودوان باللورة زي ما احنا عارفين ودوان اللي هو البرونكوالفولار كارسينوما ده برونكوالفولار كارسينوما انوه بيكون على شكل مين قافي اه تمام بس هو بقى اعتبارها كارسينوما مش عارفة ليه اه الماس ويز هايلر ادينوباسي دي ان ماس ويز هايلر مين ادينوباسي تمام اه السي تي بقى السي تي دوان بي ايه بيقولك اكسبوز الهايدن مين اريا بيظهر الحاجات اللي مش اه اللي مش ظهرة وكده فبيقولك هنا عن الاكس راي اكيد برضو هشوفو احسن البون والبلورة واللمفنود برضو سين هنا فهنا بيظهر لي الحاجات اللي انا ما كنتش عارفة اشوفها في الايه في الاشعة فهنا مسلا احنا شايفين هنا في اهوا آآ وبس دي وكده فاحنا لو عملنا بصو اظهر لي ان فيه ايه كلابس في ايه كلابس اهيا تمام والدوان اللي هو الايه لابرلوب حاصل في مين كلابس حاصل في كلابس تمام وبصوا المفروض ان دي ان هي اللونج اللي هي السودة السودة تمام فبصوا ان هنا الحتة التانية دي ان دي ان اللونها مختلفة عن اللونج فهي حصل فيها كلابس تمام بقت آآ يعني زي حتة اللحمة كده تمام فمفيش فيها هوا ما هو الهوا بيظهر في سيتي لونه اسود فهي ما فيهاش هوا فبصوا ظهرة كده زي حتة اللحمة فهي ما بتظهر كده يعني كده ان فيه هنا كلابس ما فيش هوا خالص تمام حلو جدا آآ ده برضو يعني تقريبا دي ماس بقى ولا ايه تمام بيقول لك ان دي ان اه برضو تمام بعد كده اللي هو البيت والبيت سيتي دون بقى آآ اللي انا بشوف به لو فيه لو فيه آآ دوان آآ مش عارفة صراحة دي اختصر لي ايه او آآ بيقول لك يعني بيشوف برضو هل فيه عرزا هو ولا لأ وكده تمام الامة ارواي بقى هو دوان عن السيتي مش عارفة ليه بيارضوا هنا في في البرونكوجين الكارسلومة هيكون عن السيتي لان احنا دايما بنقول ان الامة رواي احسن من السيتي بس يوا بيقول لك ان هو هنا فبيقول لك ان انا بشوف به لو في اللي هو اللي هو في حالة لو فيه سريبر ورمين وميتاستيز وكده الاندوبرونكيا او البتاع دوان يعني فدوان ان انا اوضح به لو فيه وكده زي في حالة اللي هو او او تمام اا بعد كده بيقول لك ان انا باخد العينة وفحصها تحت الميكروسكوب فبيقول لك ايه ان احنا عندنا اللي هو ان انا باخد العينة تمام ياما من اللي هو عن ترى ياما ان انا عمل حاجة اسمها اللي هو بيخسيله وبيشوفه لو فيه يعني بيدخله كده جوا تقريبا ويخرج ويشوفه لو فيه اي مليجننت سيلي وكده او اني تمام دول بفحصهم ودور فيهم على اي مليجننت سيلي وكده ولكن كان الدكتور بيقول ان دي حاجة عباسية جدا لان هي يعني لو انت بتقول ايه تمام اما البيوبسي دي بقى احسن من ان انا اخش بالبرونكوسكوب او السراكوسكوب او الميديا السينوسكوب او ان انا افتح واخد عينة او اخد منها عينة وكده تمام فديا هي اللي بتظهر لولي قوي فبيقول لك عند الاميون كان ديفرانشيات الايه السيل طيب ان انا يعني اه اه تقريبا ان احنا يعني نصبغ بقى لحاجة وكده فدوا بيوضح لي نوعها بالزبط هي اللي هي سمول لارج اه وكده يعني بعد كده بيقولي بقى في البرونكوسكوب بقى في البرونكو جينيك كارسنوما دوا لازم اعمله يعني انا ممكن وانا دخلة ان انا احنا مسلا سايد توكسك اه كيموسرابي او كده تمام اممكن برضو اخد عينة واشخص بيه فبيقول لك دوا لو هو احلى حاجة في البرونكوسكوب اخد عينة من السنترل لو هي بريفرر بكونش عارفة اخد بالبرونكوسكوب شوية ليه لان لان البرونكوسكوب دوا عبارة عن فما بيعرفش خش بالبرونكوسكوب قوي يعني فدوا بيعتمد على آآ فبيقول لك تيكي البيوبصي بناخد البيوبصي اما ببراشي اما بنيدي اما بالبرونكوسكوب دوا ان انا ممكن وانا ادخل بيه برضو ان انا اعمل وكده كده اللي هم يبقى عندي بتاعتي عبارة عن ايه كانت عبارة عن اللي هو تمامه والا اللي هو البرونكوسكوب الحاجات اللي هي باخد بها سيطولوجي وكده آآ عندنا بقى بتاعت من التيومر وقفنا عندي اللي هو تماما عندي دوا بقى ان انا بحدد اللي هو بتاع الدزيز ودوا حسب اللواتين ام زي ما احنا متعودين والان اللي في نود آآ والام اللي هو تمام فانا بعرف ليه عشان اشوف هل اعرف اشيء دوا اعمله يعني ولا لا تمام هل هو ولا اه فبيقول لك ان بكده ان آآ يعني ان انا اعمل ريسيكشن رصدي ان انا يعني اعمل في البرونكو جينيك كانسر في دوا بيعتمد على بتاعت العيان ويعتمد على ريسيك تابل التهالي دوا اصلا اقدر ان انا آآ اعمله ولا مقدرش تمام فالستاتج بقى ان احنا عندنا في آآ وفور اول حاجة معي اللي هي بيقسموها وستاتج وان بي وديا بيكون آآ فيها بيكون التيومر آآ يعني موجود بس في كده موجود في بس تمام عامل بس يعني ممكن مسلا نضرب البرونكيو التراقية بس تمام بس مش خارج برا وده ماشي اقدر ان انا اعمله وعمل له اما اللي هو برضو بيقسموه ودوا بيكون آآ ودوا شوية تمام بس هو لسه بس انا لما بعمله لازم ان انا امشي العيان بعدها على كيموسرب وريديوسرب اما بقى تلاتة فده بيسمل تلاتة ايه وتلاتة بيه تلاتة ايه بيختلف عن تلاتة بيه ان انا عندي تلاتة ايه دوا آآ ادفانسد لوكال سبريد وضارب امبورتانت مين استراكشر آآ حوالين اللونج تمام ولكن هو آآ آآ السيرجري ممكن برضو اعملها فيه اما تلاتة بيه فدوا هو والفور اللي اتنين وحشين لانهم عملوا تمام فدول آآ بنتعامل معاهم بباليتف مين سرش تمام يبقى انا عندي اللي هو وان اي وبي ده في اللانج فده اما تو فدوا بس بس واسع شوية تمام بس برضو لسه ايه لسه كده ولسه عملوا اما تلاتة ايه فدوا عمل لوكال سبريد ادفانسد تمام وضرب امبورتانت اورجن كده آآ زي مسلا ان هو ضرب سبريد في نكافة السوفيجاس اللي هي الحاجات الكبيرة دي شوية ولكن لسه آآ لسه السيرجري ممكن اعملها اما تلاتة بيه وفور فدول الوحشين عملوا فدول مش عمل لها مش عارف ان انا عمل لهم بعالجهم بباليتف مين آآ بليتف تمام فبيقول لك ان تاني تاني بتعتمد على بتاعت العيان آآ هنا برضو مقسمهم تاني اللي هو حسب يعني حسب ان هل هي سمول ولا نان سمول سيل كارسنوم لو هي سمول فبنقسمها اللي هو الوان والتو تسري والفور اللي هو اللي احنا قلناهم دول اللوان دو ان هو مش عامل تمام يعني مش ضرب اللي هو هو موجود في اللونج بس آآ فدول ما بعمل اكس راي بلاقي في اتلكتيزيس او نيمون اما التو فدول عمل ايه عمل لوكال سبريد لللمف نود ازاي يعني يعني اللي موجودة في اللونج مش اللي برا اللونج تمام اما تلاتة لأ ده ده ضرب اللي موجودة برا اللونج زي مثلا اللي هي الحاجات دي تمام آآ تريبا دي اصلا الموجودة في اللونج انا مش عارفة دقيقة ايوا يا جماعة هي اللي موجودة اللونج البرونكاي والبرونكيول والبلمونري فيزل اللي في اللونج تمام فهي دي اللوكال تمام اما دي بقى اللي هي ايه خرجت برا اللونج هي تمام دي كان ستجي تلاتة آآ معلش بس السنة كنت عاملة قرر اللفظ بس انا مش مش متخيلاه آآ المهم يعني ان تلاتة دون عمل ايه عمل اسبريد لللمف نود اللي برا اللونج امر بعده عمل دي سنتيميتر سز اصلا تمام آآ بعد كده اللي هو السمول دي بنقسمها الليمتد واكسسنسيف الليمتد ده لون سايد في الشيست اما موجودة آآ في خالص بتاعت اللانج قنصر ودي يعني بيكون موجودة فين في التوب لاينينج وفي اللانج عند البرونكاس عند هات 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 ما انتشرتش خالص تمام آآ اللي هي موجودة لسه كده على يعني لسه في اللاينينج بتاع اللانج اللي هي تيجي تبص على تحس اصلا ان اللانج طبيعية ومفيش فيها اي حاجة اما بقى اللي هو ستجي وان وثري وفور هو نفس اللي في الجدول تمام يعني مسلا بيقول لك ستجي وان اللي هي نانس مول سي الكارسنومة آآ ديا بيقسموها التو صابتايب اللي هو وان او وان بي تمام آآ سواء دي او دي فهو مش عاملة للمفنود او اي برض من الباضي اما ستجي تو فدي بردو بيقسموها لتو اي وتو بي تمام آآ وديا دي مش عاملة وديا بقى عاملة سبريد للمفنود ممكن تعمل وممكن لأ ولو عاملة سبريد للمفنود بيكون الليمفنود تمام بس مش للدستانت ارجوان ستجي ثلاثة ودية اللي بيقسمها ترتا اي و تلاتا بي و تلاتة سي عملا بقى سبريد للمف النود الموجودة في الميديا اسسينا اما ستجي فور فديا بقى عملا دي فورم خالص تمام ودي عملا بي تستاذس اسلا والسبريد للاينيننغ of lung والاريا of the body الاثر اريا of all body تمام تمام دية زي الجادول برضو بنقسمها المتد و ايه وي والليمت اللي هي موجودة في وبيكون معها او مش معها يعني للليم في ايه للليم في نوت في الميديا الصينة. اما لا ده دي ضربة خرجة برا تمام. وضربة تمام. العلاق بقى بتاعي بيعتمد على ايه على هل اقدر اعمله ولا 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 والجنرال بتاعت العيان هل هو قبل ان انا اعمله عملية اصلا ولا لا ويقدر ان هو يستحمل عملية ولا لا الاصوشيتة الاصوشيته الاسوشيتة هل اصلا الكنسر ده وانا عمل اا اا حاجات تانية يعني اا وحشة وكده ولا لا تمام. ان دي مهمة جدا بيعتمد على ايه بيعتمد على ال الستوي بتاعتlar تعيس بتاعت العين والاسوشيتة مين فالعلاج بتاعي بيعتمد على الستيج والطيبة في اللونج ان انا انا اما عالج بسيرجري او بريضيشان سيرابي او باااا كيمو سيرابي او بتارجت سيرابي او اااااا لوكال تريت منت تمام? وبقولك ان اللونج كانسر ايز وزيجوا لي تريتت به كنبينيشن من الحاجات دي. ااا اول حاجة اللي هو نونة اسمه ودون هشوف بقى اهل هو انهي ستيج لو هو ستيج وان زي ما قولنا ان هو بيكون فابقدر ان انا عامله عملية اي اي اما لوبكوتومي اما نتمي اما سيجمكتومي ولما بعمل حاجات دي لازم اشيل معها الميديا ستاينل لنفنود هو بيقول لك ان انا باخد عينا من اللينفنود اشوفها هاليا متأثرة ولا لو متأثرة اشيلها لو مش متأثرة اسيبها تقريب اه ممكن برضو اللي هو اينا اوبرا بولا والعين اصلا مش راضي ان هو يعمل عمل ايه فدوان بعالجه بقى برادياشن سرب اللي هو بيقول لك تلاتاشر تسعة وتلاتين في المية من الحالات اللي بتعالجه برادياشن بايه بيعيشه لمدة خمس سنين اه ودنزي انا هشيل بس هد بقى هنه بعدها ايه كيموسرابية ست شج تلاته آآ اتهد Widgon زي ما هنعرفين ده بردو بنيعمله جراحة ولكن بعدها بردو وعمل له ايه كيموسرابيد اما يveer اStart three and twenty four الاتنين دول مش هعرف ان انا عملههم جراحة فبعالجهم ا However, three Sinnott buy to admitua يا اما ارباع دوا يكون كارسنوما بقى دهان هاشوف اه احنا كنا بنيقول ان بس هنا سواء دي او دي بنعالجها باقيه بكيموسرابي تمام وصوري على خمسة في المية من اللي هي من الحالات وتعتي ان انا عندي بعيشة لمدة خمس سنين في النوم السلق السنوما لو هي واحد اي اي او بيعيشة لمدة خمس سنين سبعة وستين في المية او سبعة وخمسين في المية تمام سبعة وستين دي اللي هو يوم ايه و 57 وان بي اما تو اي و تو بي بردو ده 559 لو كلها من الاستج بتاعتي بتعلق كلما بتقل نسبة تقل لنسبة اللايف وكده تمام دوان احنا على جناب فبيقول لك خمسة في المئة يعني ان هو خمسة في المئة من دي اقدر ان انا عالجها بجروحة تقريبا خمساشر لعشرين في المئة بيعيشوا لمدة ثلاث سنين لمدة ثلاث سنين وكده الحمد لله احنا خلصنا للمحاضرة يعني يعني لحد ما كده المهم احنا اه في عندنا بقى سؤال هنا بيقول لك ان هو شخص عنده خمسة سنة جايب تمام عملنا ازهرت زي ما في الصورة كده فايه هي اللي احنا هنعملها بعد كده دلوقتي ده شخص تمام كان عنده اه وبدأ ان هو يرجع دم وبصنا على لقينا ان في حتة تمام اه اه فيعني لاننا بنتكلم في محاضرة فهنقول اكيد ان هو فالخطوة التانية ان انا لازم اعملها ان انا اعمل ايه هل اخد سبيوتا احنا قلنا ان سبيوتا دا ما لهش اي رحة اللاسب تمام والسي تي قلنا ان هي اه السي تي اه السي تي ترانس راسي كنيدل بيوبسي يعني ديا اه حلوة بس ايه بس الاحلى منها بقى هو هو الفليكسابول ايه برونكوسكوب تمام اه فيليكسابول برونكوسكوب يبقى هي الخطوة التانية ان انا اعملها هو الفليكسابول ايه برونكوسكوب لانه هتخلاص للموضوع من الاخر يعني هاخد بعينة وديجنوستيك وسربيوتك وكان هو اصلا احلى حيات بس كده الحمد لله